على طول مشاهدين الكرام والحقيقة كلام دكتور شريف على قد ما هو مفيد على قد ما هو ممتع في الوقت بيعدي بشكل سريع عايزة كل أسرة مصرية وعايزة إحنا كأفراد نقدر نستفيد من حالات بتجلنا كلنا مهما كنا أقوياء بيعدي على الواحد لحظات ممكن يشعر بيها باليأس إزاي أنا وأنا بنتقل من مرحلة لمرحلة حتى وأن أطلقوا عليها مرحلة فشل أو نجاح ما تأسرش وما يأسش فاكر لما عشنا في وقت صعب جدا كنا بنقول اليأس في عمرنا هذا أو في لحظتنا من الوطن خيانة اليأس أحيانا خيانة لأنفسنا كمان صحيح إزاي عدي بمشكلة اليأس وإحنا بمرنا نولادنا في كتب مهمة جدا نحن أقول عليها سكسس ستوري زي أديسون مثلا أديسون نموذج مرهم جدا لازم أنا أعلم ولادي بدري قوي أنا كل أب أم هل أنا جاد فعلا أن أنا أطلع ولادي أحسن مني ولا أنا بتكلم بس بتكلم بس مش هنوصل لحاجة أنا عايز لدي أحسن مني أنا بأعلمهم في المدرسة أنا بأصرف عليهم كل الكلام ده أنا مش قادر أميز بين الرعاية وبين التربية الرعاية أن أنا أصرف عليهم أكل وشرب وتاسبقوا رعاية لكن تربية إزاي أزرع القيم حط الفاليوز عنده جوه وسيمه بقى خلاص مش أنا زراعة القيم منها تكبر مش كده فأنا لما فهموا أن كل فشل هو خطوة على الطريق الاستسلام فقط هو العكس النجاح لكن الفشل هي خطوة مهمة جدا على طريق النجاح أبدأ أجيب ساكسي ستوري بقى أقول إيه أديسون مثلا محاولة واثنين وثلاثة وراء عملت تلتمية وكتب بتقول يعني ألف محاولة وبتاع لكن في الآخر وصل الكهرباء هل محاولات الفشلة بتاعته دي كده هنسميها فشل لا هي تجاره الأسد عشان أسد يصطاد الغزالة بيصطاد في 25% بس من محاولاته عنده 75% من محاولات اللي بيجري فيها وراء الغزالة ما بيصدهاش طبعا بيصدهاش لنسميه فشل لا هو التدريب على النجاح يبقى كل المحاولات اللي احنا بنعملها دي كده اسمها قانون الجهود المهضورة أو التدريب على النجاح كل ما تنجح أسرع كل ما معناها أن الهدف كان أي كلام ما هو محدش يقدر ينجح بسرعة جدا إلا لهدف بسيط لكن الأهداف الصعبة الأهداف العظيمة عايزة تجارب كتير جدا جدا لحد ما نوصل اكتشاف الأمصال الشر بعيد عن سدى المشاهدين جميعا يعني للكوليرا والمالاريا والتيفود والسل كل الأمراض الصعبة جدا دي والطعون هما ده يكتشفوا الأمصال دي ازاي يعني علجوا الأمراض دي ازاي لا ده فيه جهود جبارة هل نجحوا من أول مرة تاني مرة عاشر مرة يعني أقدر أقول إن رسالة حضرتك لكل واحد بيشوفنا خصوصا من الشباب أو حتى من الكبار اللي أحيانا ثقافتنا بتصدرهم إن دورهم خلص في الحياة بعد التقاعد أو بعد ما كبروا أولادهم نقول لهم إن كل مرحلة ما فيش حاجة اسمها فيها يأس كل مرحلة في يعني نقدر نقول إيه تحركة تقدر تقول كل مرحلة من حياتنا فيها إيه الرسالة في الحياة لا تنتهي يعني كلمة أحيانا بابا ومام يقوله كده كلام مش حلو خط سوالك إيه إحنا يا ابني أنا حاسك أنا عملت اللي عليا أنا قديت رسالتي اللي جاي مش قبل الراح يلا حسنا الختام كلام ده كله عايزين نبقى ده كله كلام ضايع لأنه أخطر حاجة إنه بيهاجم المناعة الكلام ده بيهاجم المناعة ده صحيح فيدقوا يعيوا عندنا حاجة اسمها مش ينفع لوقت دايق اسمها الأوتو ريكاوري سيستم أنا عندي جهاز جوه قادر على التعافي بس هذا ما أنا ساعده شوية مش ينفع أسيبه لوحده جدا إحنا عايزين الحقيقة حلقة عن بعض المورثات والعادات اللي ممكن تكون بتأخرنا أكثر ما بتفدنا مع دكتور شريف أنا بشكر حضرتك جدا دكتور شريف صلاح الدين أستاذ تنمية التطوير والموارد البشرية بشكرة كيفان مشاهدين الكرام دي كانت حلقتنا من على أرض مصر بنعادكم بحلقة أخرى مع ضفنا الكريم دكتور شريف صلاح الدين وهم أهم ثروة في حياتنا هي الثروة البشرية ينقدر نعدي بيها يا إم ممكن تتحول شوكة لظهر الوطن في استقطاب وغيره عشان كده دايما بعول على السيدة المصرية وقول لها تربيتنا لأولادنا قضية أمن قومي رغم أنف الحاقدين والمتأمرين شكرا وتحيا مصر